جاءوا بالحق الممين سيرتهم حبل النجار مبشرين ومنطرين موسى الكريم رب اصطفى نداه في تور سنين أوحى له يلقي عصار بالمعجزات في كل حين من فرعه نواما ولا نجم رب العالمين علمنا درسا سماما إن معي ربي سيادين السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم النبيين في هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان نشكر الله عز وجل على نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها نشكر ربي سبحانه على كل نعمه مهما توهمنا أنها صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الإفطار على شربة ماء ذهب الضماء وابتلت العروق وثبت الأجر وإن شاء الله فالحمد لله على نعمة الماء وحول نعمة الماء سنتحدث اليوم عن موسى وقومه كانوا في الصحراء أخذ منهم العطش سألوا موسى أن يسأل الله سقياهم بشيشك بالماء سنتدبر هذه الحادثة مع الشيخ حبد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أخي رفيق بارك الله وفيك ورحمة يا أخي سهيب ربي إن شاء الله يتقبل مننا ويجعل هذا الشهر ونحن في الأيام العشر من شهر رمضان إن شاء الله في هذه لياري الأواخر إن شاء الله ربي يتقبلنا فيها بعفوه وبرضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين من أهم ما خلق الله سبحانه وتعالى من مواد وهو الماء الله سبحانه وتعالى خلق كل داب من ماء وكان عرشه على الماء وخلق الإنسان من ماء دافق والماء أساسه كل حياة ألم يقل ألحقه تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي والمولي سبحانه وتعالى كما قال وأنزل بين السماء ماء طهورة لما يا أرحم الراحمين ليخرج حب ونبات ونبات وجنات الفافا والله عز وجل يغسل روح المؤمن كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والثلج والبرد بعد الموت نعم بعد الموت كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ندعو بذلك ويوم القيامة ينزل الماء يكون كالطل فيخرج به الموت سبحانه وتعالى يكون سببك الماء ذلك بشأنه ينبت الإنسان من الأرض فمن كذلك اللي ربي عز وجل يدخل النار اللهم أجرنا من النار ورحم الراحمين يسقيه ماء حميما يقطع الأمعاء اللهم أجرنا يا ربي فنحن ضعفاء يا الله ومن يدخله الجنة نعم ربي سبحانه وتعالى بأنهار كثيرة منها منها أنهار من ماء وكما ربي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحوض لهو من ماء وبنهر الكوثر وهو من ماء فاللهم أكرمنا هذا المورد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أوردنا موردة يا رب شكرا أخي عبد الكريم على هذه البسطة البليغة عن أهمية الماء ومعنا أخونا سهيب الحلبي مرحبا أهلا وسهلا السلام عليكم أخي رفيق السلام عليكم أخي عبد الكريم السلام عليكم جميع السيد المشاهدين إن شاء الله شاهية طيبة ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان اللهم اجعلنا من عطاقائه يا رحم الراحمين آمين سقى الغيث وأطلال الأحبة بالحمى وحاك عليها سوب وشي منمنما ومعناها اللهم أسقي أرض أحبة بالغيث النافع حتى تتزين بالأزهار والأثمار والخير والبركة يا أرحم الراحمين وفي هذا لدينا موشح جميل عملهونا في شكل ابتهاء إن شاء الله بإذن الله تعالى يا ربنا يا ربنا غيثاً مغيثاً يا ربنا يا حيو يا قايم يا حيو يا قايم يا قايم يا قدس يا ذا الكبرية قد أجدابت أرض القلوب قد أجدابت أرض القلوب واستحكمت أدفين الخوطب وأنتغى فار الظنوب فاغفر إلهي ذنبان اسق العيطاء شتك الرمان ورحم إلهي ضعفنا فينا صغار رون رضع فينا صغار أرضع فينا شيوخ ركع كذبها امرتعوه وأنت للكل مورد يا ربنا يا ربنا غيثا مغيثا اسقينا إن معي ربي سيهدي ما زلنا نرافق موسى عليه السلام وقومه في هذه الرحلة الغيبية قلوا غيبية خطرة تكون أدرانا بها رب العزة سبحانه وتعالى ولم نقل لكم بعد إلى أين المسير تو نكتشفه في الحلقات القادمة إن شاء الله المهم ركز معنا سيدنا موسى معاه قيل ستمائة ألف بشر تصوروهم يتنقلوا في هذه الرحلة في هجرة كبيرة في تاريخ البشرية يشقون طرق جبلية وعرة ومهما كان الزاد لي عندهم والماء لي عندهم والمالي عندهم لابد أن ينفذ ووقتها يزمن مصطر متجدد للماء والغذاء شوفوا الصورة هذه عن جبال سينا بيش تأخذوا فكرة وين كان سيدنا موسى حتى جبل الطورة وكفي الوسط كانت تحب اكتب جبل موسى في جوجل ماب تخرج لك الصورة هذه وتأتينا في صورة البقرة أن موسى عليه السلام استسقى لقومه مش معناها استسقى اطلب السقية اطلب الماء خونة سهيل يتلو علينا هذه الآية من سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أخي عبد الكريم أخي رفيق هنا يذكر المولى سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمة أخرى جماع فيها المولى سبحانه وتعالى بثلاث لثلاث نعم وهي أولا الري من العطش رب يسقاه وقضيهما عطشانين نعمة كبيرة هذه أشد من الطعام كلها نعم ولكن هذه أعظم وأكثر يحتاجها لإنسان أنه ممكن الإنسان يصبر على الطعام أيام وأيام ولكن ما يقدرش يصبر على الماء أكثر من ثلاثة أيام ثانيا رزقهم الله سبحانه وتعالى الماء كفاش الوسيلة بضرب عصا على الحجر شفت العصا كن فيكون وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته ثلاثة النعمة الثلاثة هي كون العيون إثنى عشر عينة علش إثنى عشر على قدر أعداد الأسباط اللي هما موجودين إثنى عشر صبت واللي وراه كل صبت فما قبيلة وهذه أيضا نعمة من ربي سبحانه وتعالى قلنا في رمضان الفارض إن يعقوب عليه السلام اللي هو اسمه إسرائيل بنو إسرائيل ثناشن صبت ثناشن ولد صبت هو في العربية هو الحفيد ومن حضر منه فأحفاد إبراهيم اسمه أسباط هما أبناء سيدنا يعقوب وبنو إسرائيل مقسمين الاثنى عشر صبتا منهم سيدنا يوسف المعروف منهم لاوي ومن نسل لاوي سيدنا موسى عليه السلام هو اسمهم اللاويين هذن ومنهم يهوذة ويهوذة من نسله داود وسليمان ومريم وعيسى بن مريم عليهما السلام فأبناء إذن سيدنا يعقوب كانوا أثناش أثناش قبيلة هم الأسباط شوفوا الصورة هذه تابعوا بها وكم تشوفوا كيفاش سيدنا موسى خارج من صبتي لاوي وتشوفوا غادي مريم هارون موسى هذه كمريم راهيم إبنة عمران وإنما مريم أخت سيدنا موسى وهارون قال الله عز وجل وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط أمماء معناها هي أمة واحدة بنو إسرائيل ولكن تتثبت تلقاهم اثناش أمة تحت اثناش قبيلة اثناش أسباط كانوا يتحركون وفق هذا التقسيم الاجتماعي وكل صبت له قائد ونظام توجينا بعد في قصة البقرة حتى يسهل التحرك ويسهل التخييم ويراعون الأمن داخل هذه المخيمات نرجع سيدنا موسى تفهمنا إذن لهم اثناش قبيلة نرجع لسيدنا موسى وهو يسأل الله قل يا ربي اجمع عتشه يحب شربه فرب سبحانه قال اضرب بعصاك الحجر فخرجوا اثناش عين من الحجر قد علم كل أناس مشربهم وكأنه جواب لمن سأل لماذا علاش اثناش عين باش كل قبيلة تمشي الى هاكو الولايد لو الولاد الولايد لو المتاع سيدنا موسى يمشيوا بكلهم للعين الأولى والثانية والثالثة هكذا حتى لا يتدافع خاطر جيل ستة مئة الف عطاشة وتعطيهم عين واحدة شوفش يصير بيناتهم ممكن يتقاتلوا على هذا الماء فسهل ربنا سبحانه السقيا والكريم وإذا أعطى أدهش قد علم كل أناس مشربهم أي كل صبت يعرف عينه الخاص خاص به ويذهب إلى موردها وإحنا عنا إشارة رموز أخويا عبد الكريم كل واحد يعرف ما يحب ياخذ بالظل فقد علم كل أناس مشربهم فهم مقولة يقولوا على قدر الاستعداد يكون الإمداد على قدر ما أنت حال قلبك بشتتعلم على قدم ربي يبثلك في قلبك أنوار وفيوضات ومعاني ربما إحنا مقصدناهاش عما ربي سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم يسحيح أخير رفيق برك الله فيك هنا أيضا ناخذ دروس من قصة الاستسقاء ناخذ في أول حاجة سرعة الاستجابة للمولى سبحانه وتعالى لما قال عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فا قلنا هنا فا هذه فا تتول على التسارع وعلى الاستجابة وعلى الفورية في الشيء لأن تفيد السرعة ثم سرعة خروج الماء أيضا باستعمال فا في قوله تعالى فانفجرت مذنه ما قالش بثم لا بل فانفجرت منه إثنى عشر عين هذه أيضا نفهم منه استجابة سيدنا موسى للمولى سبحانه وتعالى خطره ما قالش أعليش لماذا يا ربي نضرب العصاء على الحجر بل قال ربي أضرب أضرب نحن نعلم الآن أن الماء خرج من الحجر وهذه فا أعظم ما خرج من تراب من الحجر لكنه حينها لا يعلم هو وقت قاله أضرب بالعصاء ما يعرفش عليه أن يضرب هو ما يعرفش كيف يضرب في شغروج الماء لكنك تربع الحجر بالعصام الخرج إثنى عشر عين أصبح يبسا والقاها أي العصاء هذه يبيدها فأصبحت حية تسعى هو ألقاها استجابة لأمر الله كل مرة ربي يقول ألقاها وإذا بين تسير حاجة مرة يخرج الماء مرة البحر يبس مرة يقول هي حية تسعى وهذا في ذلك استجابة لأمر الله رغم أنه يقول ربي أعمل الحاجة ما كان يش يعرف هو علاش إنما ربي سيهدين وربما هي نفس العصاء وربما هي عصاء أخرى الله أعلم كل مرة تكون عصاء الآية ليست في العصاء ولكن من شربتوش بالسبب هذي وإنما في مسبب هذه الأسباب المولى سبحانه وتعالى اللي ربما العصاء هي رمز لقدرة الله عز وجل بما أنها عملت الأشياء هذه كلها فهذه قدرة ربي اللي نشوفه فيها في حياتنا أحنا تولنا نعرف اللي هو ضرب العصاء خرج الماء هو وقتها ما يعرفش وما يعرفش عليش يضرب العصاء ممكن يضرب العصاء سحابة تعادة تنزل مطر صحيح أو الله ربما ينزل ضرب العصاء تصير كما يكن اللي عنده سانية يدعي في ربي ربي سقيني سقيني فربي سبحانه موشحا بسبب لمطر غادي صبت لمطر في جهة أخرى وجاء السيل فسقى بستانه ربي سبحانه على كل شيء قدير فخرج الماء من الصخرة وانفجر وفي الانفجار دليل على القوة قال فانفجرت منه اثنة عشرة عينا وقياسا على آية ضرب العصاء على الحجر تو تقول به هذه معجزة كبيرة خروج الماء من حجر ياخي خروج الماء من التراب حتى هو معجزة خروج الماء من بئر حتى هو معجزة اسأل الناس اللي يحفروا ويحفروا وما يلقاوا حد شيء اسأل الناس اللي شلاوسواني وهبط مئتين متر وما ثماش ماء وجود الماء معجزة وآية من آية ربي سبحانه وخروج العيون من الجبال آية من آية ربي ونلقاها في سورة يسين كما يطلع علينا خونا سهيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان الله ما أكرمه سبحان الله ما أحلمه سبحان الله ما أنعمه علينا شوفوا الآية الكبرى أنتع ربي أرض ميتة واختتراها بيولوجياً علمياً ميتة فيهاش حاجة حية تصب عليها الماء وإذا بيه من غضوة من بعد يمات شوف حاجات خرجت تخضر ومن بعد تولي ورد ألوان وأشكال وأنواع الأحمر الأزرق الأصفر كل هذه حياة للأرض فآية من آية ربي سبحانه وكذلك هذه الجنات من نخيل وأعناب وكيف تتفجر فيها العيون ناخده إذن قصة استسقى موسى لقومه تقول أنت حاجة هذه قصة نبي هي قاعدة سيرلنا يومياً معجزات وآيات ولله آيات لعل أقلها ما إليه هداك ثم آيات كبيرة إن شاء الله ربي يبصرنا بها وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد برك الله فيك نعم خير فيك وذكروا نعمة الله عليكم ربي سبحانه وتعالى قال وذكروا نعمة الله عليكم إلى أن قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بها سكر حدي رأي خلائه وسؤال هنا للإخوة المشاهدين وكل اللي يشوفنا ويشاهدنا سواء كان في تونس ولا خارج تونس يعني ما هي الآية الأعظم هل يترى العين التي تذهب الناس إليها وتملأ منها الماء أم العين الموجودة في كل بيت في كل منزل مثلا تفتح الحنفية يخرج لك ماء ساخن ماء بارد سواء كان في المطبق سواء كان في الحمام يعني فهذه نعم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني اللهم معرفنا على نعمك بدوامها يا رب العالمين يعني كما يقولون يعني الصحة نعمة على رأس تاجين على رأس الأصحاء لا يراها إلا المرضى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعم ويعرفنا عليها بدوامها ويبارك لنا في أوطاننا في خيراته في مياهه في زيته في كل شيء يعني أنعم الله علينا به نسأل الله سبحانه وتعالى أن الناس يعني تدرك هذا الموضوع لأن منزاقه عرف سيدي كريم ناس زاقت نعرف بلدان ونعرف ناس يعني زاقت مرار هذا الموضوع ففعلا قال منزاقه عرف يعني يعني نود يعني نوجه رسالة لكل الناس أن نشكر الله سبحانه وتعالى لو ما في ماء في الحنفية لو ما في ماء في الحنفية ناس يعني صعب جدا نعرف ناس تجمع من وسط نقاعات المياه يعني سبحان الله سبحانه وتعالى هيك يديم هذه النعمة يا رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله ما دم علينا نعمك يا رب العالمين شكرا برك الله فيك أخير رفيق نحن نلاحظ أنه السيدنا موسى عليه السلام هو اللي استسقى هو اللي يطلب القوم هو استسقى موسى هو استسقى موسى لقومه هنا نفهم أنه دور الإمام في الاستسقى وأنه يكون فيه صلاح ويقدم هو في الاستسقى وذلك عليش احنا عنا صلاة هي صلاة الاستسقى المعروفة هي خروج الإمام مش واحده طبعا مع قومه إلى المصلى بشي صليه وركعتين أيضا يكون بدعاء يقول الإمام على المنبر يوم الجمعة مثلا كما كان ذلك استسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلي في يوم الجمعة على المنبر تخلي عليه يعني أعرابي وقال له يا رسول الله في رواية متعدة لكن في رواية هذا يش قال لهذا الأعرابي قال له يا رسول الله قحط المطر المطر فادعوا الله أن يسقينا راهوا معادي شفين يا رسول الله ودعوا ربي أنه ربي يغفنا ويسقينا مطر نافع فدعا فقال فمطرنا مطر رحمة مباشرة فمطرنا واستعمال لفظ مطرنا يدول عنه مطر فمطر رحمة كذلك فما كدنا أن نصل إلى منازلنا يقول فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة حتى أنه في الحديث يقول إلا ما طلبوا من رسول صلى الله عليه وسلم مش أنه طلب ربي بشي كفس يعني اللهم صلي وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بيخروج الناس المصلب بشي صليه صلاة الاستسقاء وفي الغالب والحمد لله أنه كل ما تكون فهم الصلاة هذه إلا وربي سبحانه وتعالى يكرم أمته اللي الذرعولوا بالدعاء هذا يكرمهم بالغيث النافع وغالبا ما ينزل المطر كما قال المولى سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا قنطوا يعني لا يلا متقرطش متى اسم رحمة ربي سبحانه وتعالى وينشروا فذلك عليش فهم القنوط وفهم الرحمة وينشروا رحمته وهو الولي الحميد الحمد لله رب العالمين الآية هذه هو إذ استسقى موسى لقومه مذكورة المعنى امتحها مرتين وكما ديما نقولوا راهوا مثلا ما اشتكرار في القرآن مثلا ما اش آية تتعاود هو إنسان عادي كاتب مؤلف يعمل كتاب كان يعاود لك فقرة وتقولش بي يعاود ربي سبحانه يستحيل أن تعاد آية دون هدف في سورة البقرة أقرهان أخونا سهيب في سورة الأعراف وقطعناهم اثنتين عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه شوفوا هنا إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فامبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المنة والسلوة بالله يشوفوا الفرق بين الآياتين اللولى في البقرة وإذ استسقى موسى لقومه إذن هو الذي استسقى الثانية إذ استسقاه قومه إذن ما هواش فرد معنى المعنى الأول كيبقى الخوي عبد الكريم توا وقت يستسقي الإمام وقت يستسقى موسى عليه السلام ربي اعطاه قل فانفجرت منه اثنتين عشرة عينا في الآية الثانية فانبجست الانبشاس حاجة والانفجار حاجة الانفجار هو تدفق الماء بسرعة الانبجاس قالوا هو خروج الماء من شق فما حاجة مشقوقة حاجة مشقوقة خرج منها الماء فقال المفسرون الأواء أول ما خرج الماء خرج انبجاسا معنا بالسياسة وبعد انفجارا ولما لا ويتدبر الإنسان القرآن أن تكون القصة هذه وقت مرتين مرة سيدنا موسى استسقى هو لقومه فربي سبحانه أعطاه الماء منفجر انفجارا يجري جريانا ومر استسقاه قومه فأعطاه الماء ينبجس انبجاسا احتمال وثم رأي كان تدخل الانترنت اكبروا عيون موسى عليه السلام تشوفوا السورة متاع العيون هذه ما زالت موجودة في الأردن ومزار يزوره الناس اذا ربي قطع البني اسرائيل الى اثناش انصبت وشربوا اثناش من هذه العيون القصة المذكورة مرتين قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين شنو العلاقة هذه بين قد علم كل أناس ما شربهم المفسرون قالوا ربي سبحانه اعطى المن والسلوى واعطاهم توا الماء واذا كعلاش قال كنوا واشربوا فهذا بعض التدبرات الوقت ما يكفيناش باش نشوفوا كل التدبر حول هذه الآيات الآيات عندك كلمة يا أخي عبد الكريم نعم بارك الله فيك يا خير رفيق هنا المولى سبحانه وتعالى قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا يعني جمع المولى سبحانه وتعالى هنا بين الأكل والشرب وإن كان الحديث عن السقية لأنه قد تقدمه إنزال المن والسلوى نشوفنا في الحلقة لا تعثوا في الأرض مفسدين أخي عبد الكريم ولا تعثوا في الأرض مفسدين لأن النعمة تتوفر بكثرة فقد يتوجه الإنسان إلى الفساد ويهجر الدين ما يعرفش قيمة تكل حاجة هذيك وقد تكون عنده بكثرة موجودة برشا ويبحث عن الملذات وما يعرف قيمتها كان كيف يفقدها كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي ما تتمداوش في الفساد وذلك لما بدر منه من فساد قبل الواقعة هذيك فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل فما تغرقش كثرة النعم راهي ابتلا لا تعثوا في الأرض مفسدين ربي ما طلبش منهم تفسدوش قال ما تزيدوش في الفساد التمادي عثا معناها التمادة في الفساد كانت هذه قصة الاستسقاء وإذا استسقى موسى لقومه كلمة أخيرة أنه سيدنا موسى ما عطشش هكذا تقول كتبه للتفسير سيدنا موسى لم يعطش استسقى لشكون لقومه وليس لنفسي لقومه لماذا ترى قالوا لأنه كان واثق من ربي سبحانه وتعالى بشي وصلوين هو ماشي فلم يعطش لأنه كان يعيش بإنما يطعمني ربي ويسقين وهو لعايش بالكلمة اللي هي اسم هذا البرنامج في سورة الشعراء في الآية 62 إن معي ربي سيهدين استسقى موسى عليه السلام لقومه فضرب بعصاه الحجر فإذا بالماء ينفجر دروس عظيمة أولها هذه العصاء التي ضرب بها الماء البحر فأصبح طريقا يبسا وضرب بها الحجر ليبس فأخرج ماءا سبحان الله وفي ذلك دليل أن السر ليس في العصاء بل في رب الأرض والسماء يقول لنا راني لا أحتاج إلى شيء حتى أعطيكم حتى أسقيكم حتى أرحمكم حتى أمنعكم حتى أحميكم ما نسحق لحد شيء أدعوني فقط قول يا رب فقط فلا تعلق قلبك بالأسباب مهما عدمت الأسباب وربك هو العزيز الوهاب ودوا إن شاء الله بعد تعب السفر والسفر قطع من العذاب سيأمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخلوا قرية مش يقول أدخلوا قرية هذه ماذا سيكون جوابهم اللهم يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اسكنا غيثا نافعا طيبا صيبا مباركا فيه يسقي البلاد والعباد ويكون بلاغا للحاضر والباد اللهم اسقنا من زمزم يا رب حاجين ومعتمرين ارزقنا حجا وعمرا يا رب العالمين اللهم اسقنا من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا اللهم احفظنا وحفظ أبنائنا وضناتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين دمتم في حفظ الله شاهي طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى